انت لو بمنطق الحياة تختار لصلاح لو عرض عليه ريال مدريد يبقى مع ليفر بول ولا يجي ريال مدريد يبقى في ليفر بول يب طبعا ليه بقى لأن انت بناله الخير على المستوى الشفسي اكيده هو اكيده هبقى لو اختار هيختار الاختيار المثالي بالنسباله الجمهور ريال مدريد صعب الاعلام الاسباني اعلام صعب جمهور ريال مدريد جمهور ما بيشيلش الجميل يعني ده عملنا في كريستيانو وكاسياس وراء او جوتي وموريني بص عد بقى البكرة اللي ما يعمل الناس ممكن تختلف او تتفق ولكن هو ده اللي بخلي ريال مدريد هو النادي الأعظم في أوروبا انه دايما لا يبقى يعني مش بيشيل الجميل لحد من الاخر راموس على سبيل المثال فهل صلاح مش محتاج في الفترة دي من تاريخه وكاريره انه هو يبقى كل اللي بناه هو واقف عليه هو هيروح ريال مدريد خلي بالك هو كل اللي عامله في ليفر بول ده بالنسبة لجمهور ريال مدريد هو مش عايز اقول لا شيء ولكن هو انت بتبدأ من جديد انت هتبقى عامل زي هازرد كده انت لسه جاي هتلعب هنشوف بقى هنشوف انت هتقدم لنا ايه وهو ده البيز اللي هتوقف عليه لكن انت في ليفر بول انا فوقت نظري صلاح من اعظم اللعباء اللي جاد في تاريخ النادي أصلا يعني فبقاءه في ليفر بول هو الافياد ليه راجل بيوصل فالشامبيز ليج راجل هداف البريمير ليج وبعدين البريمير ليج اقوى بكتير من اللاليجة اللاليجة يقول لك يروح لو كان مبابي مسلا موجود وهو راح برشلونا فبقى هيبقى فيه تنافسية هالند يروح لكن دلوقتي ده هالند رايح السيتي ده انت عندك تحدي جديد ان انت خدت الحزاء الزهبي قبل كده من ماني من أوباميانج من لكازات من هاريكين من فاردي من كريستيانو السنادي كمل وخده السنة جايه كمان من ايرلينج هالند فمصلحته ان هو يفضل طعب قولا واحدا ما يمشيش يفضل قاعد في ليفر بول صلاح رايح انه يكون المجمل الاسطوري مش بس في ليفر بول هو خلاص وصل الى هذه المرحلة وقدم الكثير من الارقام القياسية الخاصة بليفر بول سجلت باسمه صلاح يسبقه لاعب واحد فقط في الحزاء الزهبي عدد مرات الحصول على الحزاء الزهبي لما اتكلم انه هداف البريمير ليك ثلاث مرات هو لاعب واحد فقط ألان شيرر اللي خد الجائزة دي أربع مرات اللاعب الاسطوري في تاريخ هداف البريمير ليك ألان شيرر يفصله عن محمد صلاح واحدة ومحمد صلاح يسيبه ويمشي لان يقينا اللي بعينه محمد صلاح ده اسطوري فيقينا هيقرر ده تاني ربنا يكرمه ان شاء الله وهيقرر ده تاني وهيطلع ده بريمير ليك سوء المسلم اللي جاي او اللي بعده لا يكمل طبعا مع ليفربول بس انا رأيك انت امروان بتفاصيله دي انا كنت متفق معها وما زلت متفق معها مليار في المية والجزء اصلا انا انا ده موش اجارة المدريد جزء ده انا كنت بكره جميلة لما دي بتاع الزماني بسبب كده انه ما لهاش عزيزه على غالي وخايف على صلاح من القصة دي وعجبني فكرة اسطورية محمد صلاح في ليفربول وانه هتكمل ويبقى هو الاسطورة الاولى كمان في تاريخ ليفربول مش بس مجرد واحد من اسطور ليفربول هوي برقم واحد في اسطوري وده يقدر يعمله محمد صلاح بس روحت بسط لها من حتة تانية بعد عشرة خمستاشر عشرين سنة في المستقبل وثلاثين كمان عندنا لاعب مصري اسمه محمد صلاح عدى على ريال مدريد ليه؟ ليفربول هو اعظم نادي في العالم دلوقتي مع مانشلس اكبر نادي في العالم وله تاريخ وعظيم وكل شيء بس ريال مدريد يبقى هو كبير الكبار في اوروبا والقارات اللي جنبها الكبير قوي يعني فعندنا لاعب مصري عدى على ريال مدريد دي هتفضل للتاريخ نتذكر اللاعب المصري الذي لعبه لريال مدريد محمد صلاح مش هتقلل اللي عمله محمد صلاح يعني لو مراحش ريال مدريد يعني عارفت الطمع؟ ما ناخد حتا ريال مدريد اتمنى لأ معالله حاجة اعملها قبل ما يفكر التفكير ده أتمنى انه ماسمعنيشان انه ماخددش تسامع نفسي ان ياخذ الريق تطبيق وال بارندور انا نفسي محمد صلاح يجبها يستحق ان ماخد بارندور تعدمش ايخد البارندور اليو في ريال مدريد أستخدامي لأ إن شاء الله ياخدني إحنا حفظين احناّ محافظين القص هنا ان شاء الله bloomا لو خذلت تطبيق لأن خاصة أنها تتعامل في أكتوبر قبل كاس عالم وقبل التواهج بقى أي لعيب على التواهج في كاس العالم بيقولك لو كانت تشامس ديج ما ممكن ياخد أسعاد يومانية من أي منطق فريق ليس أول عيب في الفريق بتاعه لا عيب ليس أول عيب في الفريق بتاعه يعني بأي منطق لهو هداف الفريق أو أكسس الصناعة هقولك المنطق اللي يحسبونه أنا محبوهش يعني مش هو ده أنا بقيده سيقولك ده اللي خاد كاس أفراكيا مع منتخب بلاده ده اللي وصل منتخب بلاده وكاس العالم ده اللي شارك بقى في كاس الاتحاد الإنجليزي وكاس الرابطة زي صلاح بس دفع اليوم الحاجبت على منتخب بلاده وفاس برضه بتشامس ديج يعني أنت بتحسب التشامس ديج على محمد صلاح بس متحسبوش على ساديو مانيه ما هيتحسب لساديو مانيه برضه ما هو فيها كريم وخذ بالك أن أرقام ساديو مانيه في دول الأبطال أفضل من أرقام محمد صلاح لكن إنت لو سألتنا أنا لا طبعا محمد صلاح هو المؤثر الأول طبعا لا أبي أقولك بس هم ممكن تقييمه بعمل حتى التقييم ليه بنود من ضمن هذه البنود هي المساهمات الفردية لما أجد أتكلم على بريمير ليج هو عمل إيه معافي البريمير ليج السنة دي هو هداف البريمير ليج والأكثر صناعة تأثير إيه اللي أنا بتكلم عليه مقارنة بأي لعب في البريمير ليج مش بس ساديوماني صح لما أجد أتكلم على حتى على الشامبينز ليج الأرقام بساديوماني فيها أفضل محمد صراح مؤثر جدا في الشامبينز ليج يعني الجاب مش كبير لكن الجاب في البريمير ليج كبير جدا حتى تأهل كاس العالم بتاع السنغال أو الفوز بكاس الأم كان فيه ساديوماني ساديوماني لعب مؤثر طبعا لكن مكانش شاينيج مكانش مؤثر مطلعش هداف البطورة مكسرش الدنيا مع السنغال كان فيه لعبة كتير هما كمجموعة كانوا أفضل مننا لكن هو مكانش بهذا التأثير كل جمهور ليبربول هو مين اللعيب حتى عند الجمهور اللي رقم واحد في فرقة ليبربول طبعا محمد صلاح بلا شك رغم أن فيه نجوم تانية فيه فيرجيل باندايك فيه أرندولد الإنجليزي هندرسون الإنجليزي فلما تيجي تتكلم على بالمسطرة دي مستحيل أحط صلاح فيه مقارنة مع ساديومانيب أي شكل من الأشكال حتى أنا عارف أن تتكلم على وجهة النظر الأخرى فحتى في وجهة النظر الأخرى دي أعتقد أنها مش فالد والأيام بيننا حتى لو لقدر الله صلاح خد حتى للشامبينز دي وما خدش البالندور أكيد محمد صلاح سيبقى رانكينج أعلى من ساديومانيب وأنا مغمض من النهاردة طيام